صباحكم وارد وياسمين مشاهدين أينما كنتم مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال سنتقلم فيها اليوم على واحد الموضوع اللي عنده علاقة بالأبا والأمهات والأبوة والأمومة كان بعض الأبا والأمهات اللي تقول لك ما تنحسش بالحب تجاه الأبناء ديالي موضوع كيدخل في طبوهات وكيدسألوا واش هم أبا وأمهات طبيعيين واش يعني عادي أن الأب أو للأم ما يحسش بواحد الحب وواحد العاطفة تجاه الإبن دياله احنا قد نشوف هذا الموضوع هذا مع الدكتور عبدالهدي القاسمي سبع الخير سبع الخير عزيزة كانت سألوا بزاف على العواطف ديالنا والأحاسيس ديالنا ولكن إلى جانب هذا كان أشياء اللي بالنسبة لنا من المسلمات في المجتمع وفي التاريخ يعني هكذا من حولنا طبيعي واحد الإنسان أعطى الحياة لواحد الإنسان آخر بعادي أنه يحبه يعني من الآن بدأت كترفع الطبوهات سنشوفوا أنه بدأوا الناس كيتكلموا على بعض الأحاسيس هكذا الدفينة تقول لك أرا ما كنحسش بالحب توجاه الأبناء ديالي أولا بالحب الكافي بونا ما غدا يعني لكاء أكسترام أنه ما تكونش حب تماما هنا غادي تشرح لي واش ممنوع غا تجينا مسألة واش طبيعية ولا لا وكتخلق قلق وخوف عند الأب والأمها تقول لك واش أنا أب ولا أم طبيعي واش أنا إنسان عادي واش يعني أنا ما فيه شي حاجة اللي ماشي يعني ما خسنيش نكون بحلقة دخسني أنا بولدت هذوك لوليدات كي خسني نبغيهم نعم إذن فاللي واقع وهو أن كيفما كين الحب من اللي كانت تكلموا على الحب الطبيعي فبالفعل كين حب طبيعي ولا مشروط اللي هو كيكون تجاه الأبناء دينا وحتى كذلك كيكون من الأبناء تجاه الأبناء دينا ولو أنهم كيكونوا باقين صغر اللي كتخلقوا دي قرابة الدم ودك لا نعم را كيكون نرى في الفلاطي وغيدة تشمون كتبيل لنا بأن نرى هذوك الوليدات منك كيكونوا باقين صغر ولو أنه بقي عندهم يلا بضعة أسابيع فهما كيرتابطوا بولدهم وحد ارتباط كبير فالتقاليد والأعراف والمجتمع والتاريخ كيف مشرته لي في المقدمة وهذا جعلونا أننا كنسكتو على واحد الأمر اللي هو كين في المجتمع كين اللي هو بالفعل غير طبيعي ولكن كين لأن من اللي كتدرك شي حاجة في ذات ديالك را غير طبيعية طبيعي وأنك تعيش بشكل سليم ولكن من اللي كتصاب واحد المرض فهذا غير طبيعي غير كين أمراض اللي احنا كنقدرون نتكلموا عليها وهذا بالضبط علش كنسكتو عليها علش كنعتبرنا بأنه عن طابو لأن كين تتابعوا واحد لكيوبابليتك كبيرة ونبرك المجتمع نعم شكو اللي غادي يقول لك أنا ما كان بغيش أولادي أنا ما كان حسد وجاههم حتى بشي إحساس الآن أنا يعني أنت كنت متفائلة بزاف من اللي يقولتي بدك يترفع هذا الطابو لا ما زال غير النسبة ديالو وديك أتكلموا لي بالفعل ولو كيبانوا لنا هذه الحالات وكان بعض الناس اللي هما تشجعوا وتكلموا على هذه القضية هذه فسبب الأول وهو هذا المسألة هذه ديال لأن خصني أنا من يجي من ولد ولدتي سواء أب ولا أم حتى كنكون كنحب الولد نعم هذه الفكرة ديالها خاطئة راه بعض المرات راه ولدي وما كنحبه حتى ربما الأشهر الأولى والأسابيع الأولى بعض المرات الأم مثلا ما كتكون في اللول اللي كتعرف رأسها بأنها راه حامل كيصيبها وحد القلق كيصيبها وحد السترس اللي هو كبير بزاف كيغطع لي هاداك الحب ديالها الولد هالي هو في البطن دياله كيصيبها وحد الضغط نعم كين وحد الضغط لي هو كبير ثم المسألة الثانية خلصنا نعرفه بأن هذه الأم لماذا كنتكلم بزاف على الأمهات لأن هذه المسألة توقع بزاف عند الأمهات حيث كنت سمعوك إذا سمعنا مثلا واحد الأب ما عندوش نفس الحب لولداتوك ما نقولوش كتجيني عادية وإنما ماشي بحل متسمع الأم نعم أما أم دائما ننتظر من هذاك الحب بلا مشروط الحب اللي يعني يجمع السماء والأرض ما ننسوش بأن الأم اللي كانت ملكت دبا دبا ولا هاد المرض ولا معروف ولا شائع يعني اضطراب اللي هو ديال الاكتئاب ما بعد الولادة أو بيبي بلوز اللي الاسم دياله العلمي سيلا ديبريسيون بوست باقتوم هذا اللي يقولك يصيب بواحد الفئات عريضة جدا من الأمهات فالأم ما كتقدرش أنها تشدو لدها بنيدو ما كتقدرش تسمع الصراخ دياله ما كتقدرش تردعو ما كتقدرش هذا اضطراب فالما إلى هذه الأم هذه ما تعالجتش من هذا الاضطراب لأن ما يشحل بزاف ديال الأسر كي يعتقدوا بأن هذيك الأم غادي من بعد ثلث شهور وربع شهور غا ترجع مزيان لا خصها متابعة خصها أنها يعني متابعة نفسية تتبع عفون تتبع نفسي واللي هو غادي يقدر أنه يهزها من هذا المرحلة ديال الاضطراب ويخرجها المرحلة لي أسعد فالما تعالجتش بواحد الشكل اللي هو سليم ممكن أن هذه الحالة أنها تستمر وكالقوبي أنا الوليد عنده خمس سنين والبنية عندها كتر وباقي هذا الإبتعاد للأسف كي يقولي من طرفين نعم طرف الأب السؤال التي تترى نحن ستتحلنا الفرصة فلاشية في الراديو لكي نحضر على تفاصيل ما الذي يجعل الأب و الأم لا يحس بالحب توجه الأبناء دياله ولكن ما هو الواقع ديالها على الأطفال لأننا نحضر على لا يوجد الأسفل لا يوجد أسفل لأسفل ما هو الواقع دياله هو عدم الشعور بحب الأب و الأم عند هذا الطفل هادي غادي نخليها الشهادات أمهات اللي هم الآن عندهم وليداتهم وكيقولك أنا ما عشش الحب مع الأم ديالي ولأن الأم ديالي كتك نحس بها رفضاني يعني كتحس بلغو جي 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 كتك يقدر يكون توجه الطفل من دون الآخرين؟ من طبيعة الحال على حساب لأننا نعطيك مثال إلا مثلا واحد الأم أو لواحد الأب كذلك من اللي تزاد الإبن ديالهم من الولد إضطروا أنهم يديرون مجموعة ديال لا نسميوش دي ساكريفيس ولكن دي كونسيسيون ولكن هما أعتبروهم دي ساكريفيس كي مثلا اللي بدل المدينة دياله وكي اللي بدل العمل دياله كينا الأم اللي بدل سمحة في العمل ديالها فما حدها هي كتشوف هذا الولد كيكبر وهي كتتأسف على واحد الواقع اللي قبلت لي ولي كانت كتحلم بشي حاجة اللي هي أحسن فهذا كيخلق واحد المشكيل لأنه هو في الأول ربما كان حب ولكن واحد الوقت ولا واحد الولد هذا اللي قار إلا استمر فأمهات كنقول كذب الآن لديهم وليداتهم كيتذكروا كيفاش أنهم عاشوا مع أمهات ديالهم في واحد التباعد في واحد اللي حب يعني من بين الأعراض ديالها أن مثلا هذي اللي بارون ما يقدروش مثلا عن قول إيداتهم ما يقدروش مثلا أنهم يتكلموا معهم بزاف ما يقدروش يصفروا معهم في مكان وحاد إلى غير فأكين بزاف ديال الأعراض ديالهد هذا التباعد وهذا عدم الحب اللامشروط اللي نورمال موخص يكون فبالتالي هذي الأمهات كين قسموا الجوج إما راهم كيديروا تكرار نفس الشيء مع أوليداتهم وكين فيهم اللي استطاع يشتغل على رأسوك يقولك أنا الآن يعني متصالح مع أداتي ومتسامح لمع أداتي ولمع الأم ديالي أو الأب ديالي وهذي من بين الحلول اللي غادي نشوفوها من اللي تحلية فرصة أكثر يعني غادي نشوفوك مجموعة ديال الأمور للناس من اللي يحصوا برسوم بأنهم في هذه الحالة هذه فميبقوش ساكسين ميبقوش أنهم بعاد على هذه الشيء نعم هي من المواضيع كيفما نحنا قلنا طابو بعد المرات الإنسان كيحسب هذه الشيء بوحده ما كيقدر يتكلم عليها مع التاشي واحد لأنه كيخاف من رد الفعل أو نظرة المجتمع إلى غير ذلك غتح لنا كيفما قلت هي الفرصة باش نشوفو علاش شنو هي الدوافع بعض المرات لأنه خاصة في حالات مثلا من أنت يكون طفل كياخد الحب كامل والطفل الآخر ما تياخدش الحب من عند الأب والأم دياله شنو الدوافع شنو هي الأسباب هاتش كله هذه العشية هذي غادي نتعرفوا عليها أكثر مشاهدينا وغايكون معي الدكتور عبدالهادي القسمي كذلك للإجابة على كل الأسئلة ديالكم من جروج حتى الأربعة مباشرة على أمواج راديو دوزام شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم